أحمد علي صالح يصدر أول تصريح ويوجه دعوة جديدة بشأن تبادل الأسرى والمعتقلين تفاصيل غاجلة وجه السفير اليمني السابق لدى الإمارات العربية المتحدة أحمد علي عبدالله صالح دعوة جديدة بشأن تبادل الأسرى والمعتقلين وعبر أحمد علي صالح في بيان عن أمله في أن تكون هذه البادرة منطلقا للحوار الذي يفطي إلى سلام شامل وغادل يعيد لليمن الأمن والسلام والاستقرار على مبدأ المواطنة المتساوية والحرية وديمقراطية ودعا أحمد علي صالح إلى الإفراج عن بقية الأسرى والمعتقلين لدى جميع الأطراف على مبدأ الكل مقابل الكل وطي هذا الملف الإنساني وأن أصالح جميع الأسرى والمعتقلين بتنفسهم عبير الحرية والعوداء إلى أهاليهم بعد سنوات من الفراق والحرمان والشتات بسبب الحرب المستمرة منذ ثماني سنوات وعبر صالح عن سعادته الكبيرة بالإفراج عن أخيه العقيد محمد محمد عبدالله صالح والولد عفاش طارق محمد عبدالله صالح وجميع الأسرى والمعتقلين الذين تم الإفراج عنهم خلال عملية تبدل الأخيرة بموجب الاتفاق الموقع في جينيف الشهر الماضي بعد سنوات من الغياب القصري في سجون والمعتقلات وتقدم بالشكر لكل من ساهم في عملية الإفراج عن الأسرى وفي مقدمتهم مكتب المبعوث الخاص الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن والأشقاء في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة